سبونسرز أو رعاء احنا عارفين الرعاء اللي بيجوا على بطولات الكاف في الأول والآخر يعني مش هتدفع مش هتوصل للأرقام دي وقالك أنه صرف على دوري أبطال أفريقيا وكنا شوفنا سبونسرز أو أرقام كبيرة لدوري أبطال أفريقيا السعادة الثانية هو مهم دواية التعامل لدوري السوباء الأفريقيا وهتاخد الأندية الأعلى تصنيفا ما هو مصير دوري أبطال أفريقيا لحد باترس موتسيبي ما اتكلم في النقطة دي كان الكل بيؤكد أن دوري أبطال أفريقيا البطولة العريقة مش هكون موجودة الكونفدرالية الأفريقية أو البطولة اللي هي كونفدرالية مش هكون موجودة وهيكون في بطولة مستحدثة للفرق الأقل تصنيفا اللي برة اللي 24 وده اللي كان عامل حلة من الجدل للأندية اللي هي مش كبيرة في أفريقيا طيب هو فاجئ الجميع النهاردة وقال لك أن دوري أبطال أفريقيا مكمل مع البطولة مع طولة السوبر الأفريقية إزاي مش هرحش طيب اشرح لنا إزاي البطولة العريقة دي هكون موجودة مع البطولة الغنية طيب مين هيلعب هنا ومين هيلعب هنا هو نفسه مش عارف فعشان كده النقطة دي كانت مسيرة للجدل النهاردة يا كريم فعلا لأن الناس اتكلمت طيب إزاي البطولتين هيبقوا موجودين في بقى طيب إنت هتجيب منين إزاي أجندة للبطولتين إن هم يكونوا موجودين مع الكونفيدرالية قبل الأجندة بقى قبل الأجندة نهادلوقتي إنو إنت عايز تلقى بالبطولتين وأهلي والزمالك على سبيل المسال أكبر في الين فمصر هيشاركوا في دوري السواء الأفريقيا هم هم برضو اللي هيشاركوا في دوري أبطال أفريقيا مش منطق وهل إنت لو إنت مخدش الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا هتاخد مين أيوة بالزمال أنت هتجيب لا أنا بيس لك على آله وزمالك من مصر بالزمال أنت يسبق على كل الدول أنت هتبدأ تقعد الأندية لتحت في دوري أبطال أفريقيا هتصبح بطولة مش قوية لا يا خلاص هتنتهي يا هتنتهي 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 هو عنده مشكلة في دوري أبطال أفريقيا أن هي بطولة مش مربحة للكاف طيب إنت ينسبك دوري السوبر الأفريقي ولا ينسبك أن أنت زي ما أنت قلت يا كريم في بداية اللقاء أنه هو يبدأ يطور من دوري أبطال إذا كان يا كريم أنا آسف لو إحنا حطينا السوبر ليجي الأفريقي على جنب مع دوري أبطال أفريقي اللي أنا مصر أن هي بطولة عريقة لأن الاتحادات كلها بتحاول أن هي تقد فاليو للبطولات بتاعتها لأن هي دي اللي هبية على المدى البعيد تعالي نتكلم على كأس أمم أفريقيا البطولة الوحيدة فعلا اللي بتدخل أرباح مجزية للاتحاد الأفريقي بطولة يا كريم ما فيش مرة بتتذكر أنه لو في مشكلة بين خسين أمم أفريقيا عشرين تلاتة وعشرين في كوتفور هتتلعب في عشرين أربعة وعشرين طيب هو اللي اختار أصلا لو قال لك أصلا إيه عشان هم اكتشفوا أن في أمطار صافية في كوتفور لا تسمح بي وانت بتختار كوتفور متعافش أنه في شهر ستة يبقى في أمطار صافية يعني هو على أساس أن الاختار الحاجات دي ناس عايشين في أوروبا ومعروف أن في موسم مطر في الكاميرون في وقت كذا وفي وقت كذا نفروض إحنا نلعب البطولات في الوقت كذا فحتى البطولة اللي هي الأهم أنت مش عمل لها قيمة ومش عمل لها التقدير اللي تستحقه صح وبالتالي أنت بتدور أنت بصص على المئة مليون ومجرد إغراء للأندية أنها هيبقى فيه عشرة مليون جايزة فطبعا الأندية غزبا عنها لازم هتجري علشان هتشارك في البطولة الأقوى والبطولة الأهم أنت عارف يا كريم في الكافو ده تصريحات على لسان مسؤولين عارف إيه الدافع من بطولة السوبر الليجي الأفريقي بغض النظر عن الأمور المالية تصريح رسمي من مسؤول في الاتحاد الأفريقي أنا لا تذكره دلوقتي بيقول علشان نمنع النجوم الأفارقة أن هم يخرجوا ويحترفوا في أوروبا كارسة كارسة يعني أنت دروجبة وصمويل إيتو محمد صلاح ومحمد النني لعبة المغرب حدثوا على حرج هو عاوز يمنع الناس دي اللي هي عملت أنا آسف يعني قيمة للكرة الأفريقية أن هم يخرجوا ويروحوا في الوقت اللي أنت مفروض